انتشر خلال الأيام اللي فاتت أكتر من فيديو بيوضح حجم الكارثة اللي بتعيشها أسبانيا حاليا والحقيقة انه الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا وحققت ملايين المشاهدات عالميا أقل حاجة نقولها عنها أنها مرعبة بكل معاني الكلمة لأن الفيديوهات بتظهر أنه مياه الفيضان تقريبا ابتلعت اليابس والأرض وده أدى لارتفاع عدد الوفيات لأكتر من 250 شخص لحد دلوقتي المرعب أكتر أنه الصور اللي ارتقطتها الأكبر الصناعية واللي أظهرت أجزاء من الأرض في أسبانيا وكانها بقت جزء من البحر المتوسط والمناطق الساحلية هناك بقت تقريبا جزر